السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفة مريم اتمنى انكم كامل تكونوا بخير جيتكم اليوم طريقة عمل بيتزا كالزون والبيتزا العادية بطريقة المطاعم لا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم وتفضلوا شوفوا المقادر هنا عندي عجينة البيتزا سأخبركم رابط التحت في صندوق الوصف هنا قسمتها على خمس كريات وخليتهم يخمروا هنا عندي صلصة البيتزا هي متكونة من بصل توم وطماطم لتكونوا كامل رابطوهم وطيبوهم مع محفل الكحل والزعتر هنا عندي الجبن هنا عندي صلصة في مياه هذا حاسب الرغبة كل واحد يحب يأكل البيتزا بأي مكونات تكون متوفرة في البيت هنا نأخذ كورية من العجينة ونفتحها باليد سبقتنا ودرت فيديو تهبيتزا مثل المطاعم من المدة بسحل المرة سوف أعطيكم لكي تنجح البيتزا تحكم في البيتزا هنا كاميرا حلتها غير بيدي هنا ندر صلصة والمكونات التي تحبوها الفرن نشعلته على أعلى درجة حرارة إذا الفرن هو كهربائي كهربائي وانتم تشعلوا فرن مسبق 4 ساعة مقبل يعني بيزا تحكم مليحة خفيفة ضروري الفرن تحكم على أعلى درجة حرارة هنا غلقتها كما رأيكم ترى سوف نغلقها مليحة في الجوانب بهذه الطريقة وانا في الفرن التاعي درت سنيوة يعني سنيوة مسحة مدورة قلبتها ودرتها كامل لتحت في الفرن التاعي وانا كما رأيكم ترى نرشها مليحة بالفرنة ورح ندخل يعني هذي قصة سنيوة سنيوة تحتها كامل ونصخنا على أعلى درجة حرارة من بعد نضعها في هذه اللوحة يعني ونرميها هكذا فوق هذه السنيوة ورح نطيب لكم صراحة كيمة المطاعم يعني نجيكم ما شاء الله هنالأخر ندرتها الطيب وهذه هي رح ندر يعني واحدة عادية قدامكم كما رأيكم ترى حليتها غير بيدي وباش يجيكم مثل مطاعم ترقوا برك الوسطاني والجوان بتخلهم شوية خشا كما أقول لكم طريقة عامل العجينة هنخليتها لكم التحت في صندوق الوصف بجميع الخطاوات نحط الصلصة والمكونات طبعاً اللي تحبوها انتوما اما بالنسبة للجبن كل واحد كيف خماش غابي كل واحد يعني وش عنده كان واحد الأختانيك في الفيديو السابق قدرت فيها عجينة البيتزا عفواً قدرنا نحتفظ بها في المجمد ما تقضيش تحتفظ بها هكذا نجم تطيبها على بيض منذ عشر دقايق من بعد تخرجوها ودخلها تبرد تحطوها في كيس غذائي ودخلوها المجمد هنحطت الزيتون في الآخر وانا بعد ما طابت لي البيتزا كالزو نقسمها قدامكم مش تشوفو والبيتزا الأخرى عنده تحطيب هنقسمها الكومة بالأخرى طيب كما راكم تشوفو الجبنينة بزاف وخفيفة تحطو البيتزا العادية ندوك تشوفوها معايا جيطرية راح نوريلكم هنا هذا دليل أنه راكم تشوفو في هاد النبولة هذا دليل أنه هاد العجينة يعني مضمونة وناجحة وصراحة بنينا بزاف كما راكم تشوفو اتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم قلكم للملتقى ترجمة نانسي قنقر